أول حلقة أسئلة وأجوبة إحنا طلبنا في الحلقة اللي فاتت كل اللي عنده أسئلة بخصوص الجتار يحطها عشان نجاوب على بعض الاستفسارات اللي احنا نقدر عليها بحيث نوضح فكرة عصف الجتار لناس كتيرة مبتدئين ومفد ماغهم أسئلة كتيرة ومعندهمش فرصة يبقوا وجهاً لوجه مع مدرس مع تساؤلاتهم ده فحنجاوب على الأسئلة ده سؤال بسؤال وزي ما حنشوفها على الشاشة دي نحاول على قد ما نقدر نوضح الإجابات أول سؤال جالي من مصطفى فؤاد بيقول أنا معتاد على قراءة النوتة فممكن إظهار النوتة الموسيقية لأن التابلت أو التابز زي ما أنتم بتسموها دي بتخليه متلخبة شوائب طبعاً أنا أتمنى أن كل الناس تكون بتقرأ نوتة ولو أن التابلت دلوقتي بقت وسيلة ممتازة جداً لتوضيح الأشياء فما تهملهاش قوي حاول تعرف التابلت بتتقرير إزاي لأنها توضح لك حاجات هتبقى مساعدة جداً لنوتة وكل الناس اللي بتقرأ تاب بس ما بتقرراش نوتة أحب أقول لهم مش هتنفع أنك إنتا تحل هارموني وأنك إنتا توزع أغاني وأنك إنتا تتركب هارموني خاص بيك وتألف موسيقى إلا لما يبقى عندك الأساسيات بتاعة الهارموني ومش هتقدر تتعلم أساسيات الهارموني إلا لو قريت نوتة تاني سؤال من محمد صالح أبو طعيمة بيقول لو سمحت عاوزين مقطوعات فردية فيها سولو مع أرتام وكردات وأربيجيوز يعني مقطوعات نقدر نعزفها بشكل فردي أو لو يعني ما فيش مجموعة نقدر نعزفها مع نفسنا طيب أنا بحب أقول لك يا محمد أننا الخطوة الجاية إن شاء الله هنعمل مقطوعات وهيبقى فيها السولو الفردي دوت وهيبقى عليها الخلفية الموسيقية وكمان هحط الخلفية الموسيقية متسجلة عشان تقدر أنت تحملها وتقدر تسمع الخلفية الموسيقية وتعزف السولو بتاعك معها في محمد هواش بيقول كلية تربية نوعية قسم موسيقى عليها مستقبل حلو يعني أنا بعزف جيتار أدخل كلية تربية نوعية موسيقية ولا أخليها على جنب غير الدراسة أنا ما عنديش إجابة على السؤال ده ده أنت اللي هتقدر تقرر الإجابة بتاعت السؤال ده لنفسك أنا ما عنديش مانع تدخل كلية التربية الموسيقية وتبقى مدرس عظيم أو تدخل كلية التربية النوعية وتبقى مدرس عظيم أو تدخل كلية التربية وتبقى مدرس عظيم ومعنديش مانع تدخل كلية الهندسة والطب والحقوق والأداب وتبقى خريج كليات دي خريج كليات دي ممتاز في تخصصه ومعنديش مانع انك انت تكون حارة فيه ومعنديش مانع تكون انك انت درست ميكانيكا سيارات او درست مثلا سباكة اي حاجة بس بتخليك شاطر في مهنة ما انت عايز تمتهن الموسيقى دي بقى قصة تانية خالص انت لازم تفكر في لما انت هتمتهن الموسيقى هتبقى مدرس انت هتحتاج تجيب دخل الاهلك وتجيب دخل نفسك لما حياتك هتتقدم وتبدأ انك انت عاوز بقى تعاول اسرتك فهل انك انت التقطيط اللي في بالك انك انت هتبقى بعد عشرين سنة من دلوقتي مدرس لو انت عايز تبقى كده فعلا وبتحب التدريس كده هتأكد انك انت هتنجح وتبقى مدرس عظيم جدا واشجعك على خطوة دي قوي لو انت يعني مش حابب التدريس قوي ومش هتبقى مدرس هتبقى تخش ليه تربانة واعية تبقى مدرس هو الناس فاكرة في دماغها ان اللي خش التربانة واعية والتربية الموسيقية هيبقى موسيقى لا مش هيحصل كم الف خريج اتخرجوا من الكليات دي وما بيعملوش حاجة بالموسيقى خالص وعادين في بيوتهم وما لهمش داعب الموسيقى خالص وكم ناس ما كانتش في الكليات دي خالص ولا ليها علاقة خالص بكليات الموسيقية وكانوا موسيقيين عظماء وازكر منهم الدكتور طارق حسن من الناس القليلين في مصر ناس كتير ما تعرفوش طبعا لانه هو متخصص في الموسيقى الكلاسيكية وكتب سيمفونيات دكتور طارق حسن كان رئيس الاوبرا في مرحلة ما وكان ليه مؤلفات مقدرة جدا والراجل ده كان دكتور 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 طبيب يعني فما تاخدش الموضوع الدراسة على انك انت لازم تدرس في كليات التربانة وايه عشان تبقى موسيقى لا خالص انت ممكن تبقى لوحدك وبتدرس بره خالص وتبقى موسيقى شطر جدا مفيش اي مشكلة سؤال تاني من البيج بوس ده بقى لازم ناخد بالنا منه قويا بعد العافية وبعد يغطيك العافية وشكرا على جودك بعد اذنك ايش رأيك في جيتار فندر اكوستيك بالنسبة لمبتدئ فندر اكوستيك بالنسبة لمبتدئ طبعا جيتاره عظيم جدا الجيتار الفندر الاكوستيك لان شركة فندر شركة من اتنين في العالم عمله ه weld ostat الجيتارات الانت شايفها دي كلها شركة فندر وشركة جيبسون للأسف شركت جيبسون فليست الشعر اللي الم Pullover لا ان شار فليست الشعر خمسة فدى خبر حزيني يعني الاخوانه اللي الي بيحبوا الجيتارات يعني فما فضلش بقى غير شركة فندر يعني فكويس انها لسه موجودة طبعا ما فضلتش غير شركة فندر من الشركتين دول إنما شركات الجيتار دولتي يبقوا كتير جدا عندك شركة إبانيز وعندك شركة ياماها شركتين من أعظم شركات العالم دلوقتي في الجيتارات في الحقيقة يعني الجيتاراتهم حتى تفوق بعض الموديلات في جيتارات تانية مشهورة سؤال من زلطان إبراهيموفيش زلطان سيف بيقول هل يجوز أو يفضل لعب الصولو بالإبهام زمان أيام الناس اللي كانت بدأت تعزف جيتار من العالم الجاز التقليدي القديم في التلاتينات والعشرينيات ما فكانش فيه بقى لمدارس ولا الناس دي تعلمت في أكاديميات ولا الناس بتنشر طلعها كتب ولا فيديوهات على اليوتيوب فالناس دي كانت بتعزف الجيتار بأي حاجة هم عايزين يعزفوها بي ففي ناس عزفتها بصباع الإبهام ده وعزفوا جاز وكانوا ناس شطرين جدا أذكر منهم واحد مشهور قوي اسمه دوت من أعظم عزيفي الجيتار في الجاز في العالم وكان بيعزف كل الجيتار بصوابع الإبهام بتاعته وحتى لو تسمع الصلوهات بتاعته ولا هي سريعة ولا فيها الشردينج بقى والكلام دوت يعني اسمع تغير فكريتك خالص عن الجيتار وممكن تغير رأيك بتعزف بالإبهام يعني سؤال من برو كرو أنا مبتدق في المعلومات زي الكوردات والسلالم لكن في التعامل مع الجيتار ما عنديش مشكلة طب ببدأ منين يعني الراجل بيقول أنا أنا يعني ما عنديش مشكلة أعزف مع الجيتار يعني أنا بعمل النوة صح على الجيتار لو أنا عايز وبطلق أصوات كويسة بس ما ليش مبتدق أنا في السلالم وفي الكوردات طب اعمل ايه اللي هتعمل له انك هتحفظ سلالم وهتحفظ كوردات الكوردات بتحفظ الشكل بتاعها وبتتمرن على الشكل دوت كزا مرة وبتعزف الشكل ده مع شكل تاني من كوردات تانية بحس تبقى عارفهم ما تقدر تتنقل بينهم ايدك تاخد على النقل بينهم بالنسبة للسلالم انت بتحفظ حاجة اسمها او باترون او نموذج للسلم ايه هو عبارة عن شكل يقول لك يحفظ على الوطر السادس بالسباع اتنين واربعة الوطر الخامس واحد اتنين واربعة الوطر الرابع كزا 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 بتحفظ الشكل دوت وتطبقه في اي حتة في المصدرة بيطلع لك السلم من النوت اللي هم بيقول لك عليها دي هتبقى سلم ايه يعني السباع التاني في الوطر السادس وده ليبقى اسم السلم فانت بتحفظ كل السلالم بالمنظر ده اعتقد انك انت تعمل ايه تحفظ خمس ست موديلات من السلم الماجير لو حفظت الستة من السلم الماجير هتعمل عندك المنطق لان كل السلالم متنسبة للسلم الماجير فانت عشان تعمل السلالم التانية كلها وانت عارف السلم الماجير هتقدر تطلع على الحاجات التانية غير ما تحفظ اشياء جديدة يعني سؤال من فيصل فيصل بيقول هل صحيح الموسيقى العربية لا يوجد فيها كوردز او نوع من الهارموني اعتقد يا فيصل سؤال ده مهم جدا على فكرة وسؤال عميق يعني دي اشاعة يعني دي اشاعة طلعت على الموسيقى الشرقية ان احنا ما عندناش كوردات والموسيقى الشرقية دي موسيقى ميلودي يعني موسيقى لحنية فقط ما فيهاش خلفية ولا ستاير هارمونية طبعا الكلام ده كله كلام ولا يسوى تلات تعريفة لا احنا بس مكسلين نشتغل هارموني يعني هتلاقي العالم الشرقيين كلهم بتوع الموسيقى بتوعيد اندان على العود فملهمش قوي في الموسيقى اللي هي بتعمل خلفيات ويركب الصورة تبقى ثري دي تبقى الصورة ثلاثية الابعاد ورق خلفية وبتاع القصة دي اسمع الموسيقى بتاع تلعب قري علي اسماعيل وانا كل ما اقول التوبة اللي جناها عبدالحليم حافظ في الستينات والموسيقى معمولة الاغنية شعبية وانا كل ما اقول التوبة دي اغنية شعبية الكلام بتاعها كلام شعبي بيتقال بين الناس الفلاحين والبسطاء والناس دي الراجل عمل لحن اا توزيع هارموني ايه ده اسمع الجمل يشتغل ويحلل ويكتب ويعمل اللي احنا ما عملناهوش والأجيال اللي قبلنا ما عملتهوش واكتشفوا تاني بقى سيد درويش واكتشفوا الناس ديت واكتشفوا الناس ديت كانت في دماغها انها تطلع وتقوم بالموسيقى الشرقية بس طبعا الفرصة بتاعت الاحتلال وكانت الفرصة بتاعت ان هم أعمارهم كانت قصيرة ما يدروش يحققوا في خلال أعمارهم دي فانا منتظر منكم يطلع الناس اللي تكمل المسيرة دي وان شاء الله نشوف يعني سؤال اللي بعده من محمد صالح يقول ايه افضل ارتام الجيتار وكيف اقدر اتعلم الباري كود الباري كود او الباري كود التعليم بتاعها هيجي بانك انت هتحط صباع واحد على المسطرة كده وتاخد على انك تطلع صوت بعد كده بتبتدي تشكل النوات يطلع لك باقي بتبتدي تشكل تطلع بقية نوات انواع الكوردات الباري وهم اعتقد يعني نوعين ثلاثة مش هبقوا كتير يعني لغاية بقى ما تتقدم في الجيتار شوية وحتتقدم معنا في الحلقات هتكتشف ان الكوردات مش شرطة تبقى باري كود ده ممكن الكورد باربع اربع اوطار بس وممكن الباري بتاعك اللي انت تعب نفسك عليه دوت ممكن تعزف كده هو هو باربع كوردات اربع اربع اوطار بس يعني واخد بالك وممكن حتى بتلت اوطار اهو فاهمني فما تقلقش نفسك من دول الباري كورد ده اول اللي منعقد الناس كلها اي خربت الباري كورد ده الاستاذ علي علي باعت الفنان بيقول اه استاذ العزيز الربع نوتا او المقامات الشرقية كيفة تعزف على الجيتار تحياتي ما بتتعزفش على الجيتار اللي احنا نعرفه ده دلوقتي ابو فريتس لو خدت بالك الفرق بين الجيتار والعود ان الجيتار فيه دستين معدنية والعود ما فيهوش طب ليه؟ المكان بتاع الدستان دوت ده مكان النوتا بالضبط اللي هي النصتون فانت ما بتحجز الوطر في اي حتة وراها هي بس الوطر بيقف عند الحديدة دي لو صباعك داس في المسافة ما بين الدستان والدستان في اي حتة هنا مش هتعزف اي حاجة خالص غير النوتا اللي وقفة عند الدستان دي لان الوطر محجوز ان هو اما هتشيل الدستان ده بره فلو جيت عزفت هنا على الدستان هتجي لك النوتا بتاعة الدو مسلا لو حرقت اسباعك شوية كده هتدي لك دو ناقص حتة اللي هي الربع تون بتاعنا لو حرقته كده مسلا شوية هتدي لك النص اللي قبلها تيجي اللي قبلها تيجي تبقى ربع تون وما تخش تاني عالدستان اللي بعده يدي لك النص تون اللي قبله وكزا فالالات اللي ما فهاش فريتس هي دي الالات اللي ممكن تعزف ربع تون ممكن تعزفها على تشيلو ممكن تعزف ربع تون على تشيلو ممكن تعزفها على كامانجا كلنا سمعنا كامانجا بتاعزف بروبع تون والعود بالتأكيد العود طبعا اه في شفت جيتار طالع جديد اه بيسموه فريتلس ما فوهوش الفريتات داية طالع جديد ونزلة شركة جودن على جودان جودان لانها شركة فرنسوية اه كنادية اه منزلة جيتار فريتلس ما جربتوش لسه ومعرفش طعمه هيكون ايه فهي هو نجحت في البيز يعني البيز جيتار في بيز جيتار فريتلس وناجح جدا فيش ايه مشكلة فيه وزي الكونتر باس يعني فيمكن ينجح مع الجيتار ونشوف كلنا جيتار على ايه ربع تون يا اه صنعة في تونس كيف اتحكم في اليد اليومنا خاصة في سرعة يعني الراجل عايز يعمل اه حاجات بسرعة بالايدي اليمين طيب بص يا سيدي اه في حاجات حتأثر عشان السرعة بتاعت الايد اليمين اول حاجة ان ايدك تبقى لو انت حفرت بايدك كده وانت متنشن اه مش هتعرف تعمل سرعة طيب حدي لك مسال عشان دا اكد لك النقطة دي حاول ايدك تتنشنها وتعمل سرعة كده شوف السرعة بتاعتي عاملة زي ارخي ايدك بقى واعمل كده شوف الفرق السرعة ايه انت يا حتى الكاميرا مش ملاحقة على سرعة الايد دي فحاول انك انت وانت بتعذف اولا ايدك تبقى مرتخية جدا دي اول حاجة يعني يا دوبة كده يحطش الريشة بينها تاني حاجة حاول ما تخليش الريشة طويلة يعني ما تطلعهاش برا ايدك كتير حاول تبقى يا دوبة كده منها تاني حاجة لو قربت من المسطرة وانت بتعذف بالريشة الريشة هتمط مع الوطر شوية كل ما تقرب من البريدج كل ما كان السرعة بتاعتك افضل الاسرع حاجة طبعا بتحرك سبعين دي بعد كده الريست نفسه وساعات في الكردال بتحرك بتحرك الدراع من الساعي دي فحاول انك انت تتمرن كتير بانك انت تتمرن بطيق عشان تعمل السرعة دي وهكذا تبتدي تصرع وتصرع المتر اللي هو ما تلاقي نفسك بتعمل كل ما كانت حركتك بايدك كمان مش كتيرة قوي يعني المسافة مش كبيرة قوي انت تتحرك وكل ما تقدر تعمل اسرع فحاول دايما ايدك تكون قريبة ده بالنسبة لللي بيعزف بريشة بالنسبة لللي بيعزف آآ جيتار كلاسيك عادي جدا بالسبعين او بالتالت صابع اللي انت عايز تعمل بيهم تبتدي تمرن ببطء جدا لغاية ما تجيب السرعة اللي انت عايزها فكل ما تتمرن ببطء اكتر وتصرع مع الوقت كل ما ده كان افضل اوه هتبدأ سريع بفش حد بيبدأ سريع وكلنا بنبدأ بطيق في اي لحنا احنا بنعمله بعد كده بنتفيد نسرع على المترونون فاعمل المترونون بطيق الاول وبعدين نسرع السؤال من علي اكبر بيقول ازاي اضبط رقبة الجتار باداة الالنكي ممكن استعمل الجتار سلايد هنعمل حلقة على الجتار سلايد الجتار سلايد دي عبارة عن حاجة بتتلبس في الايد الشمال في الصباعة في الايد الشمال زي المصورة دي كده وبتحط كده بتعزب بيها بقى على المسطرة ففي ناس بتلبسها في الصباعة التالت هي بتطلع الصوت ده يعني انا مش خبير فيها قوي يعني بس ايه بيستعمل كتير في الموسيقى الغربية بالذات في الفولك اه ازاي يضبط النكب بالالنكي اه انا هحط فيديو تحت الواحد اسمه فيل فيل ده اه اه راجل بيزست وبيعزي الجتار كويس جدا وفي نفس الوقت كان عنده بزنس بتاع الجتارات وبيعرف يضبط الجتارات كويس جدا هو اشتر واحد شفته بصراحة على اليوتيوب وراجل اه امريكاني وعمل حلقة عن زبط الالنكي ده هو يعني مش زبط ولا حاجة انت هتسمع الفرق ما بين لو هو قدم الرقبة خلى الرقبة تبقى عالية فمش عرف فيها عزف كويس قوي وخلى الرقبة واطية قوي بحيس انها تزن فانت هتسمع الفرق بينهم وبتعرف هو بيزبط امتى فتلاقي اجمل صوت بيبقى بيطالع بالضبط بان هو بيجرب الصوت لغاية بيطلع صوت الامسل بالنسباله والارتفاع الاوطار المناسب بالنسبة لكل واحد ويبتدي ايه يوقف عنده فانا هحط للفيديو بتاع فيل اه اللي بيبين في النقطة ده حتى لو ما انت بتعرفش انجليزي انت هتسمع وهو بيزبط الرقبة بتاعتها تعرف امتى تزن وامتى تكون صعبة في العزف فانت هو موضح كل حاجة في الفيديو اه سؤال من احمد محي الدين بيقول له او ركبت اوطار اكوستيك يعني حديد على جيتار كلاسيك تديني نفس الصوت بتاع الاكوستيك يعني هو الراجل عنده جيتار كلاسيك وعايز يركب عليها اوطار حديد عشان تديني الصوت بتاع الحديد ايه وعا تعمل كده يا بو حميد اتمنى ان انا اكون لحقتك قبل ما تكون اعملت كده لانا كنت حق بوز رقبة الجيتار الكلاسيك رقبة الجيتار الكلاسيك مفيهاش بار معدني غالبا في بعض الجيتارات فيها بس دي يعني فالتا يعني انما غالبية جيتارات الكلاسيك مفيش اي داعي ان هم يحطوا البار المعدني اللي بيقوي المسطرة دوت وخليها تتضيبت يمين وشمال انها متسبتة هي متسبتة فا اه الاوطار النيلون الشد بتاعها مش جامد زي الاوطار المعدنية اول ما هتركب يا عم اوطار معدنية هتلاقي الرقبة بتاعها اتلاوت فحاول انك انت ما تركبش اوطار معدنية على نايلون هو كل جيتار معمول اللي هو اه 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 اتصنع لي يعني جماعة ليه احنا بنبوز الحاجة نستعملها استعمال تاني فاتا تيجي تشتري جيتار اوطار معدنية اكوستيك زرير جدا وبيعمل اصوات حلوة جدا وبتاع وتيجي تروح شال اوطار معدنية عشان نفسك تلعب نايلون تروح حاطي اوطار نايلون تبوز صوته يعني الليه التاني بقى لو انت جبت جيتار اكوستي اه جيتار كلاسيك عادي اوطار نايلون وركبت عليها اوطار معدنية انت هتبوز فعلا ان الرقبة بتاعة الجيتار فمتعملش كده السؤال اللي بعده ممكن بتنزل فيديوهات اكتر عن النوتة من عبدالرحمن خالد حاضر يا عبدالرحمن ان شاء الله حنكمل في النوتة معلش انا عمال اجري في كل اتجاه يعني الناس اللي تقول عايزين كوردات بتدري ازبط شوية في ده عشان يعني اخليهم يبدأوا يشتغلوا ناس اللي بتعوز السلال ناس بتقول خلفيات ناس بتسأل عالموسيقى ناس مش فاهمة ايه القصة الناس المبتدين كتير فمعلش سمحني ان انا مش بقدر نركز في حاجة واحدة فترة طويلة بقطع فيها وخش في حاجة تانية بس طبعا النوتة دي مهمة جدا ولازم هنكمل الدروس بتاعتها عشان نقدر نكمل دروس الهارموني تاني حاجة سؤال تاني من سؤال من عمر المزور بيقول ازا عزفت مقام محدود بابا عرف اخرج من تلك الدائرة لمن اعزف اعرف البداية لكن ما اعرف اكمل المعزوفة فيصير عندي ملن. اه وكسير متشوق جدا عايز يعزف معزوفات لكن اما بيعزف البداية بتاعتها بيلاقيها صعبة هو واضح ان عنده مشكلة اول ما بيبدأ في لحن ما يبدأ البداية حلوة جدا ظريفة ما لاقي الدنيا تلعبكت نفسه تتسد ويمشي كلنا هزا الرجل يعني مفيش حد فينا يحب الصعوبة يعني بس المقطوعات فيه بنا صعبة حتة بتبقى غير العالية بتاعت المقطوعة يعني هنعملها يعني احسن حاجة عشان تعرف تحل المشكلة ديت انك هو يعني المقطوعة دي لو حتى اصعب حاجة اصعب مزورة في الدنيا اتكتبت مش مش المزورة دي بتقسمها بيتس واحدة واحدة كده حلل واحد واحد فيهم يتعامل ازاي وركبهم كلهم على بعض بالراحة خالص وببطئ جدا اصعب مزورة في الدنيا هتتعزف وهتتحل ما فياش اي مشكلة خالص هتبقى المشكلة بس انك انت تفتكارها وانك انت صوابعك تتمرن عليها شوية تبدأ بيسموها زكرة العضلات تبتدي تشغل عليها وبعد كده يا باشا كل حاجة هتبقى تماما تلاقي تصرعت لوحدها وكل حاجة واشتغلت مع بقية الموزير اللي شغالها يعني فابدأ في الموزير السهلة عادي جدا بس هتلاقي المزورة الصعبة ما تقفش لأ وما تعتقدش انك انت هتعملها بنفس السرعة اللي انت عملت بها الموزير السهلة ما خليك عادل برضو يعني فنبدأ نحلل الحتة الزوغنطودة دي نركب عليها عدسة نعملها بطيئة قوي ونبطأ بقية المقطوعة غات ما تيجي مع المقاس دوت وبعد كده كل المقطوعة تبتدي تتسرع لوحدها حبة بحبة احمد ناصر بيقول هيفرق معي نوع الالكتريك ولا انا ولا انا وقفت فالكلاسيك فالاحسن انا ألعب الالكتريك يعني هو هو الراجل بيلعب كلاسيك كتير فبيقول انا وقفت كده بقى ولا ألعب الالكتريك يعني والله الموضوع دوت في ناس طول عمرها بتلعب كلاسيك وكملت في الجيتار الكلاسيك بيت عمرها وفي ناس عزفت كلاسيك شوية وبعدين عجبها تعزف اكوستيك وبعدين عجبها تعزف الالكتريك وبعدين رجع التالي تلعب كلاسيك وبعدين رجع التالي تلعب انا هذا الرجل يعني انا ما عنديش تفضيل لو لو لقيت جيتار كلاسيك قدامي حمسكه وعزفه لو جيت جيتار اكوستيك قدامي عزفه لو لقيت جيتار الالكتريك قدامي عزفه بس انا بفضل ايه يعني حاليا حاليا في الوقت اللي انا فيه ده بفضل الالكتريك سنتين قبلها كان الجتار الاكوستيك ما بيسبش ايدي وحي كزا انت هتمر بفترات في حياتك انت بتحب ده دلوقتي خلاص اعزف ده دلوقتي يعني وربنا يزيدك يعني وتجيب الجتارات كلها وتنقي منهم اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه اللي انت تحب تعزوه فمفيش عازف بيفضل عنده جتار واحد طول عمره مركز فيه الا قلة قليلة جدا من الناس يعني اللي هو بقى منشن عالجتار الكلاسيك وعايز يبقى كلاسيك طول عمره وهيعزف كلاسيك وفيش غيره ماشي ده ده محترم جدا عادي يفيش مشاكل هنحترمه جدا ونحبه بس اغلب الجتاريستات اللي انا قابلتهم في حياتي كله بيعزف كل حاجة يعني بتلاقي عنده كل حاجة حتى في اللي انا زكرت اسمه قبل كده ده بيزيست بيلعب جتار بيزي ماله مالك جتار ده او بيعزوا الجتار برضو عاجبوا كده بيحبوا وبيحب الجتارات الاكوستيك وبيحب الجتارات الكلاسيك العادي اي جتاريست ممكن يعزف الكلاسيك طول سؤال بيقول ازاي من من ام منتصر عقبة بيقول ازاي احول الجمل الكلامية الى جمل موسيقية سؤال عميق وجميل جدا الراجل بيقول ازاي حول الكلام اللي مكتوب الشعر مثلا لجمل موسيقية هو احنا قلنا الجمل الشعرية جمل الموسيقى برضو فيها جمل زي جمل الشعر بالضبط كل جزء او مقطع من الشعر ينفع مقطع من اغنية فانت ممكن الموسيقى بتاعتك تمشي بانك انت تقرر ان الكردات او تقرر ان اللحن بتاعك اللي انت هتلحنه هيبقى سؤال والاجابة بتاعته في الشطر التاني الموضوع بيشتهل على تقسيم الاغنية لشطر وشطر الى جملة وجملة وقفلة ونص قفلة وبعدين تقفل الافلة الكاملة في الاخر وهكذا فتعامل مع الجمل الموسيقية على انها جمل كلامية بالزبط انت بتقول حاجة وعايز يا رسالة بالزبط فهي الموسيقى جمل بالزبط زيها زي الشاعر زيها زيها فحاول انك انت تخطط العمل الموسيقي بتاعك انه يبقى في جمل برضو جمل وردها جمل ونهايتها الهارموني بتاعك تعمل الهارموني هيبقى الجزء دو هتفيه الهارموني كزا بيسأل السؤال والهارموني في الجزء ده بفيه الاجابة وهكزا. خالد ميجا خالد بيقول فكرة حلوة كتير انا وصلت لهذه المرحلة بالفعل يعني بعرف اطلع كتير من الاغاني مع كرداتها بس مش حاس ان انا بتقدم. طب ما انت مش هتتقدم ما هو يعني انت عايز تعزف اغاني بس خلاص ما هتعرف تعزف كم الكردات زي تعزف كردات وزي تعزف السلالم مفيش اغنية في العالم تقدر تقف بصادك هتعزفها يعني. فلو انت عايز تعزف الاغاني بس خلاص كده انت مش هتزيد اكتر من كده هتعزف اغاني بس. في بقى افاق تانية في ناس عايزة تكتب هارموني وعايزة تحلل وعايزة تجيب اغنية وتعمل لها الهارموني خاص بيها وهي اللي موزعيها مسلا فكرة في ناس تانية عايزة تلحن في ناس عايزة تكتب موسيقى دي بقى افاق تانية بقى انت عشان تتعلم الحاجات دي ما توقفش بقى لازم تعلم نوتها تعلم سلالم وتجرب كتير تقعد تجرب وتعمل تركيبات وتعمل مش هخصة بيك انت حاجات خاصة بيك انت وتبتلي تبتكر وتشوف واحد صاحبك بيكتب كلمات تجيب الكلمات بتاعت وتجرب تعمل لحنة لها وهكزا فده بقى التقدم اللي انت بتقول عليه تتقدم بقى كمان تبقى عازف يعني تجيب مقطوعات وتحفز مقطوعات مقطوعة واحد اتنين تلاتة اربعة وتعزفهم مع مجموعة او لوحدك اه وتبتلي مسلا عندك بروجرامك بحيس لو طلب منك تعزف مسلا في حفلة او بتاع انت عندك بروجرام بتعزفه فدي حاجات كتيرة قدام لسه ما انت ما عملتهاش لسه انما عشان تطلع كوردة تطلع اغاني ما انت ممكن تعمل اي اغاني في الدنيا بس حفزت كم اغنية منهم وعملتها في البرنامج بتاعك بحيس لو طلب منك تعزفها تعزفها دي حاجات يعني يا بقى خلص فحاول انك انت تفكر دايما في ايه الجديد اللي انت عايز تعمله وعمله في يوسف جيمين يوسف جيمين بيقول آآ مقطوعة رومانزة ومن ويت ان جي مقطوعتان حلوين ياريت تنزل لنا شرحة عليهم او لوحدة منهم ماشي انا ما عنديش مشكلة خلص ممكن ان مقطوعتان حلوين فعلا وانا اعتقد عزفتهم مسلا من خمسة عشرين سنة مسلا يما ابتديت عزف جيتار كلاسيك فانا ما عنديش مانع ان انا نعمله وترقب ان احنا ممكن نعمل حاجة كلاسيك صغيرة كده في كمان مؤلف كان بيعجبني جدا اسمه آآ كارولي كارولي دوت كان بيعمل جيتارات لتدريبات الجيتار في القرون الوسطى ومن جمال التدريبات ديت هي ميش تدريبات بس هتخليك بتمل منها وبتاع لا دي ليها صوت جميل فكنت بحب جدا اعزف المقطوعات بتاعته التمرينات بتاعته لانها لها طعم موسيقى انا بحبها قوي غير التمرينات التقليدية بتاعت المدارسين الجيتار اللي كانوا بيدوها لي فكارولي دوت عمل الكتاب الحلو ده فانا هحاول اطلع منه كام مقطوعة ونعملها بالكلاسيك هتحب الكلاسيك منه يعني كارولي خلاني احب الجيتار الكلاسيك. آآ سؤال تاني من محمد مرسي آآ اسمه عزيز علي قوي آآ استاذ احمد آآ كالعادة افكارك مدعا. الف شكر يا ابو حميد. بس ايه رأيك بقى مدام اتكلمت في انك هتعمل المقطوعات وتشاركها يكون كام واحدة او اتنين مع الناس. ايه رأيك لو توري الناس ازاي? ايا فكرة حلوة يا محمد. احنا نعمل جام سيشن. انا عندي عقبة بس ان الجام سيشن دي المفروض ان فيها يعني تبادل يعني انتو هتعزفه معايا. فلازلت حتى التكنولوجيا حتى الان مش هتسمح بان الصوت آآ اللي يطلع من عندي يوصل لك في زمن معين تقدر انك انت تعزفه. ولن انا اسمعك هيبقى فيه حاجة بيسموها تأخير. تأخير في العزف. اللي انا ممكن اعمله مسلا ان احنا ممكن ممكن اوريكم انا حركب حاجة ازاي? ونركبها سوا. وبعد كده اه يعني ما احركبها انا واعزف عليها واعمل جامل عليها احط لكم اللينك بتاعتها وانت تركب حاجة مماثلة بنفس الطريقة بتعملها وتسمعنا شغلك ونسمع من بعض شغل الناس بتعمل ايه عليها? فدي فكرة حلوة احنا ممكن نعمل حاجة زي كده. اه واحد اه فنان اسمه احمد العاصي بيقول ايه افضل بالنسبة للمبتدق? الاكتريك ولا كلاسيك? اه السؤال ده مية مليون واحد بيسأله. طب انا انا عايز ابدأ بقى جتار ابدأ بايه? ابدأ باللي انت بتحبه. انا عملت حلقات عن اصوات الجتارات المختلفة. وفي حلقة شاملة للمبتدئين تقدر تسمع فيها كل اصوات الجتارات. طيب اسمع صوت كل جتار وشوف انت شايف نفسك مع ايه? لو لقيت صوت جتار عجبك او بطريقة او ستايل ودور على اليوتيوب هتلاقي مقطعات كتيرة للجتارات وانواحها كلها. اسمع ده اسمع ده اسمع ده اسمع ده اسمع ده. لو لقيت نفسك حابب الجتار الالكتريك وعايز تعزف بقى روك ومع البندات وعايز تعزف هيفي متل وعايز تعزف حاجات جهاز مسلا. عظيم جدا. ابدأ الالكتريك من كلاسيك خالص وبتحب الموسيقى الكلاسيك وبتحب باق وموتسارت وبتوفن. ما فيش ما فيش مشاكل. ابدأ كلاسيك وكمل كلاسيك على طول. لقيت نفسك بتحب الفلامينكو والاحساس الفلامينكو واحنا كشارقيين بنحبه. وعايز تعمل ابدأ فلامينكو وكمل فلامينكو. كل مجال منهم ده هممكن ناخد عمرك كله. ما فيش مانع انك انت تخش المجالات كلها برضو. بس انت هتلاقي حاجة انت بتفضلها يعني. انا بفضل الالكتريك والجاز. محمد نصري بيقول دلوقتي انا بقى لي سانة بقى لعب جتار وتعلمت الاساسيات. هل بقى اروح مكان عشان اكمل تعليمي ولا اعمل ايه? ده برضو سؤال مهم. انا بدأت سانة وتعلمت الكردات والسلال المبتاعه. خلاص بيضي اطلع اغاني وبقيت بدأ. هو عايز بقى الخطوة اللي بعدها. هو عايز طب اعمل ايه بعد كده? ما احنا قلنا بعد كده بقى? هتتعلم تكتب هارموني ازاي? تكتب لحن ماشي مع هارموني ازاي? اه انت دخلت في تاني بقى. عايز تكتب موسيقى. عايز تعمل كزا. عايز تعمل موسيقى وتحللها وتفهم. عايز تلعب جاز. هي مقطوعة مكتوبة من حد تليعب جاز او عملها واكتبها. وبتاخد انت بتاع المقطوعة ديت. وبتبتدي تحلل الكردات دي عليه وبتعمل عليه او ارتجال. وتبتدي كزا وبتدي تسمع واحد عازف تاني وبتدي اعزف معاك وتعزف مع باند جاز اه ده تاني بقى بتتكلم على حاجة تانية. طبعا انصحك انك تاخد كورس كورس موجه ليه امتحانات وليه بتاع واحنا قلنا عليهم هتلاقي الحلقات بتاعة والترينيتي وازاي اه اكمل في الكورسات ازاي ادرس دراسة جيتار منتظمة. وفي اه عندك بتاعت انجلترا. وعندك اه بتاعت انجلترا برضو. وعندك بتاعت امريكا. اه الكورسات بتاعتهم. وعندك بتاع انجلترا. عندك كورسات كتيرة. ليها من واحد لتمانية. ومش علي بكل مستوى ليك تحفظ حاجات معينة وتعبرها في حاجات معينة. فانت هتبقى بيسموه حاجة ليها بناء. حاجة ليها حاجة ليها هيكل. انك انت هتبقى النهاردة كزا تعرف تقيم نفسك على طول انت في دلوقتي. فطبعا ابدأ في حاجة دي. في كمان واحد اسمه اخوان مارتين. اخوان مارتين عمل حاجة للفلامينكو. عمل كورس كورس من واحد لتمانية. ليفل واحد لتمانية. كل ليفل في مقطوعات معينة لو قدرت تتعملها تبقى تعدي للليفل اللي بعده. اه هو عملها لوحده. يعني مش مش مورهوش منظمة او شركة او او مسعين شركة او هيئة اكاديمية يعني هو اكاديمية لوحده وان مارتين. اعتقد هو العازف نمر اتنين او تلاتة في العالم في الجيتار الفلامينكو يعني. سؤال من تحليل على الطاير الفنان بيقول ايه افضل مسافة بين الاوتار والمسطرة اللي تخلينا لعبه عشان بتعزب. معين بقالي سنة تلبقى لعب جيتار بس مشكلة. الرجل عنده مشكلة. هو ايه يا جماعة? ما احنا قلنا انك انت هتحجز الاوتار كلها بصباح واحدة. معلش الصوت بس فيه ان هو ده الصوت بتاع طيب. طيب انت اللي هيبقى صعوبة عليك تعزفه امتى ايه? ان الجيتار يكون طابعه صعب. فانت ماتيجي تعمل علي الجيتار الاكوستيك باركورد. هتتعزب طبعا وصابعك هتعورم. لو عزفته على الكلاسيك هيبقى اقل صعوبة بس لسه صعب شوية. على الالكترك هيبقى اسهل حاجة. وقبلك ده نوع الجيتار اول حاجة. تاني حاجة ارتفاع الاوتار عن المسطرة. بالعقل كده. كل ما الاوتار عيلت اكتر عن المسطرة كل ما عملت لك مشكلة. فانت هتحتاج ان الاوتار تبقى يدوبك فوق المسطرة عشان تسهلك العصف بتاعك. تالت حاجة. الاوتار هنا دايما عند الرقبة بتاعت الجيتار عند الاسف عند الانطارة الصغيرة ديت عند المفاتيح بتبقى اسهل في العصف لان دي اوطى حتة في المسطرة. اوكي? ارتفاع الاوتار عن المسطرة اوطى حاجة هنا. لما هتقرب من البريدج مهما كان الجيتار بتاعك اوتار واطسي لايه فيه فرق بسيط جدا. بالاضافة الخانات اللي هنا كمان صغيرة اشوف صوابعي جبيرة عليها ازاي عشان اعمل هنا بار كورد طبعا. مش عطا متكتك مش عطا مشكلة عندي يعني. انما هنا. فعشان كده عاملين الكابو. الكابو ده عبارة عن ايه? عبارة عن حتة الكلبشة دي اللي بتحطها. اهو لقيت كابو اهو. الكابو ده حتة المعاص. حتة البتاع مش تمسك منخينة كبيرة. لا تمسك الاوتار بيه. بتحطه هنا. فبتنقلك الجزء دول. كأنه البداية بتاعة الجيتار بتاعها. عشان كده تسهلك العزف. فستعمل كابو لو انت هتعزف الباري كورد بتاعك من هنا. كأنك بتعزفه من هنا بالزبط. بعد كده كمان انا هنتعلم في الاساليب بتاع الكوردات انك مش محتاج الباري كورد. مش مش محتاج كل ستة اوتار عشان تعزف كورد. الكورد تلات نوت او اربع نوت او خمسة بالكتير قوي. فالتلات نوت دول سهل تعملوا بتلات اوتار. فانت ممكن تعمل كل الكوردات اللي انت عاوزها باربع اوتار بس. وباربع اوتار. فانت محتاج كورد. شوف الباري بتاعي هنا بقى تلات اوتار بس اهو. بس بحطت الصبعة ده اوت كده وبقيت الاوتار كده خلاص عملت الكورد فاماجير. مش محتاج بقى ده كله الحفر ده كله. عشان عمل فاماجير وعمل ستة اوتار. ادني نفس الصوت يعني. فما تقلقش قوي من كورد كده وتكمل تمرين عليها يعني لغاية ما ربنا في عيجة. سؤال من علي كامل. بقول سبب اللي تستخدام الكورد في السلم العادي سلم السي ماجير. وساعات بس تعمل بداله. وبصراحة يعني كورد يعني صعب الكتاب عليه يعني. يعني الناس كلها حتى كم ده يتعمل عليه ايه? يعني السلم اللي يمشي عليه ايه? يعني انت بتعمل او بتحلل. يعني انت عايز تحلل الحتة دي وتعمل عليه سلم. طبعا غير زي كده. يعمل بعد ده. لازم تطلع حاجة كده يعني غامضة يعني هو بيش تعمل في كده فالسلم في الكورد ده بيش تعمل في مسلا في منطقة معينة من المعزوفة انت عايز تدي الاحساس بتاع مثلا الغموض ده قبل ما تنقل على حاجة سابتة. وده طبعا لان الكورد الديمينيش بيحتوي على مسافتين صغيرتين. تالتة صغيرة وتالتة صغيرة. ما بيركبوا على بعض التالتة صغيرة وتالتة صغيرة دول بيعملوا صوت مش ملوش معنى قوي يعني. سؤال من محمد شاوة بيقول اه انا بلعب جديد جيتار يعني بعاني ان انا بعزف بالحواس بيدي اليمين فما بستخدمش غير السبابة هو ممكن واحد يعني يعزف بالسبابة بس وبعدين لو الواحد هيتعزف ببقية السابعة طب هتعود ازاي. حاول تعود نفسك انك تدرب الايد ببطء شديد جدا. حتى من غير من غير حتى ما تعزف بالايد البالايد الشمالية. والعكس. وهكذا بالبطء دا وتصابعك هتاخد على انها هتعزف. كما ان ما ديكي تعزف الفلامينكو الكوردات بقى الراس جياد والحاجات داية احنا ما لنا حلقة عليها. بتعزفها ببطء جدا ببطء جدا. واحدة واحدة لغاية ما ايدك بتبتدي تسرع على واحدها. فما تقلقش خالص. ايدك اليمين اول حاجة ما تتخضش يعني ما تتخضش. شونا كلنا بدأنا كده. شوية شوية هتبدأ تفصل بين الايد اليمين وايد الشمال عن طريق مقطعات حبة بحبة. عن طريق تدريبات حبة بحبة. واستمرنا معنا على القناة وهتلاقي ان شاء الله كل دا صح. اتمنى ان انا اجابت على اغلب الاسئلة اللي اتسألت لي. اتمنى ان احنا نكون اه وضحنا حاجات اكتر. ويكون اه بعد كده كمان في في اسئلة حلقة تانية عن اسئلة بعد فترة شوية اما الناس تهضم شوية اللي هنقوله. يعني نعمل حلقة تانية بازن الله. واشوفكم الحلقة الجاية. موسيقى موسيقى موسيقى